في بلاد ما وراء النهر وتحديدا في مدينة سمرقند نبغ عالم كبير هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي صاحب السنن المعروفة بسنن الدارمي قال فيه ابن حبان كان الدارمي من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده ودعا إليها وذب عن حريمها ولجلالة الدارمي رحمه الله روى عنه جمع من الأئمة الكبار كالإمام مسلم وأبي داود والترمذي وعبد بن حميد وغيرهم من الرواة الثقات والأئمة الأعلام وتعد سنن الدارمي أحد كتب السنة الجامعة الشهيرة وهي مرتبة على الأبواب الفقهية لا على الرواة من الصحابة لذا تعد من كتب السنن ووهم من عدها من المسانيد وتتميز سنن الدارمي بعلو الإسناد ففيها من الأسانيد الثلافية أكثر مما في صحيح البخاري والمقصود بالثلافيات الأحاديث التي بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم في إسنادها ثلاثة رواة فقط وامتازت سنن الدارمي بمقدمة علمية رائعة احتوت على أبواب في الشمائل النبوية وفي اتباع السنة وفي آداب الفتية وفي فضل العلم وهي جديرة بالشرح والنشر بين طلاب العلم وبعد المقدمة شرع الدارمي في الكتاب على الترتيب المعتاد في كتب السنن مبتدئا بكتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج إلى آخر الأبواب ثم ختم بكتاب فضائل القرآن وامتاز التراجم أبواب سنن الدارمي بالاختصار الشديد مع تضمينها لبعض فقه الحديث ولجودة هذا الكتاب رفعه بعض العلماء فوق سنن ابن ماجة فقال عنه الحافظ ابن حجر ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير ولأهميته ضمنه الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه اتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة بلغت سنن الدارمي بما فيها من أحاديث وآثار ثلاثة آلاف وخمسمائة حديث وآثر تقريبا فمن أراد أن يتفقها في الدين فعليه بعد تعلم القرآن بدراسة كتب السنن ومنها سنن الدارمي ففيها العلم الوفير والخير الكثير أخبرنا إن كنت تنوي للطلاع على هذا الكتاب للاستفادة مما فيه